السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أنا أسف إذا كنت بقيت شوي عن فريم لكن أريد أن أرى التحفة الفنية التي قدامكم رائع الإنسان هنا ناظر هنا وراك فيد على التحفة التي قدامكم هذه تعرف باسم السامسونج الـ QN 800D فيه الـ 900 و فيه الـ 800 من سلسلة الـ 8K في 2023 رأينا الـ C و هنا الـ D لذلك وجب التنبيه تأتي بعدة مقاسات 65 و 75 لقدامكم وأيضاً فيه 580 على حسب مقاس الغرفة التي لديك اختار مقاس المناسب لك الجدير بالذكر وأنصح أنك تشوف فيديو لنهايته بعدين تشوف الرابط وتدخل عليه الجدير بالذكر أنهم تقومون تخفضات تصل إلى 50% يعني تقريباً هذه 22000 تقومون عليها عرض 15000 ريال نقصوا تقريباً 7000 ريال وتقدر تضيف الكود عندهم ليس بتاع الموقع اللي هو Get10 يعطيك خصم 10% إضافي وفي نظام الحماية ومالحماية شوف الرابط الموجود في خانة الوصف لكن خلينا شوي نرجع لمفهوم الـ 8K مفهوم الـ 8K عشان تفهم ليش الـ 8K ممكن الناس تقول لك لا ما في محتوى 8K ماهم مهم أنا سبق أني وضحت في سلسلة الـ C وارجع بشكل دي بشكل سلي جداً الـ 8K معناها تختار أعلى فئة في عالم الشاشات التلفاء وهذا يعني أنه مواصفات وتقنيات رح تكون الأقوى أنه ممكن أن يقعد معك 8 سنوات أو 9 سنوات وانت بالراحة وانت قعد تضحك ومدجج بأقوى المواصفات اللي ممكن تعمر معك لفترات جداً طويلة وانت تستخدم هذا الشاشة هذا تستخدم تقنية الـ Mini LED يعني ألوان مشبعة مقاربة لتقنية OLED لكن ما في مسألة الـ Burn In لكن برضو في إضافة مهمة جداً مستوى النسس يصل فوق الألف نسس فمشاهد التي تأتي من الـ High Dynamic Range مثل HDR و HDR10 Plus هذا اللي يدعم الشاشة رح تكون جداً ممتعة من خلال هذه الشاشة طبعاً مفهوم تصميم هنا مطيد جداً لإهتمام Infinity One Infinity One معناها أن الشاشة فعلاً نحيفة ولكن بالنفس الوقت البوكس اللي هو بعادة أن الرقب Adrian يكون مدمج مع الشاشة التي فيها المنافض والتقنيات والهاردzin إلى آخر ين mound хر لنزيع السماك في الكلا na هنا سعطي الـ KIA في اللوانه مобрّم إخلاال حقاً يكشوا وهذا يا أخوان من أعظم الاختراعات عالم الشاشة الخدمة من خلال سبب يتحاول البوكس يمكن ترسول البحل وضع الشاشة أو تضع Loyal فبعيد عن حوصة الأسلاك الأسلاك ممكن تكون في مكان ممتاز بدون ما يخرب عليك أو صعوبة وصول مثلا رسيبر، بلاي ستيشن، اكس باكس، بي سي وغيره ساتبار وغيره يكون صعب فممكن تتنقل بهذا البوكس وهذه من أعظم الاختراعات وعلى سيرة البوكس في كل المنافذ التي تحتاجها صدقني منافذ الشبكة، الـ e-Arc والـ Arc الـ HDMI 2.1 كله موجود يدعم لك 8K60 ويدعم لك 4K 120 هرتز ومدجت بموضوع الـ AI أو ما يرد بسم الذكاء الصناعي نجينا لموضوع الصوتيات، فلو ما كان فيه إزعاج ويرتبع صوت الإزعاج هو قادر يضبط الصوت ويرفع لك الصوت ويضح لك الصوت قادر على أنه يعطيك كل التقنات بما فيها الـ Cue Symphony واللي يدمج لك مع الـ Music Frame أو الـ Soundbar أو يعامل الشاشة كمعاملة الصوت برضو فبالتالي أنت تأخذ الصوت 360 درجة صادر بشكل جميل جداً وأنت قاعد تستمتع بما تشاهده من خلال شاشة تلفاب لا، ليس فقط النجم الكبير جداً الموجود هنا هو الـ Processor أو المعالج الخاص فيه الذي يعرف باسم الـ NQ8 AI Gen 2 Processor هذا، إخوان، ليس عبث 18 سنة ولا زالت سامسونج في المركز الأول في عالم الشاشات التلفاب لأنه سامسونج دائماً ما تحط أشياء خرافية فيها على مشتشات تلفاب لذلك هذا الـ Processor هو المسؤول عن إعطاء الجودة المناسبة يعني حتى أنا لو أبغيت أشوف محتوى بدقة الـ 720 أو الـ 4K قادر يعطي AI ذكاء الصناعي في الـ Upscale فيرفع لك الجودة بدون ما يعدم لك الجودة وهذا بالفعل الذي ستلاحظه وخاصة إذا كان عندك محتوى 4K تجده ما أعطيك 8K تفاصيل جداً خرافية أضف على ذلك أنه ما شاء الله فيه الـ Quantum Matrix Technology Pro وهذا أيضاً لعلاقة بالتقنية المستخدمة في الشتفات التي قلت لكم في البداية هي الـ Mini LED ومو بس كده عنده الـ AI Motion Enhancer يعني أي شيء في حركة سريعة جداً باريات سلسلات أكشن غير وغير وغيره مو بس يخليه المشاهد ثلثة بل حتى يزيد من حدة التفاصيل عشان تكون كل شيء مواضح قدامك ففي مليان 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 واي فاي 6 بوتوز 5.3 مليان ولعل أبرد الأشياء الجميلة جداً أنه مزوب بنظام تايزن الـ OS ونظام تايزن الـ OS يا جماعة الخير يعطيك كل خدمات التي تحتاجها بما فيها المنظومة المتكاملة التي هي Smart Things تحكم بمكيف تحكم بمقصة الموجودة في أطبخ أشوف كل شيء كاميرات مراقبة من الطرف الثالث وليس فقط من الطرف الأول التي هي سامسونج فمنظومة كاملة تقدر تشوفها وتستخدمها من خلال شاشتنا بثلة سلكي يا رجل خض راحتك خض راحتك فعشان كده أقول لك أنه لما تاخد شيء نظيف محترم فأنت تاخد تدفع شيء لك كل الزمان مهمة جداً جماعة الخير أنه سامسونج راح تقدم لك خدمة اسمها سامسونج تي بي بلس ولتوفر لك فوق الألف مسلسل وفيلم مجاناً ما تدفع لهم ولا أي شيء بالإضافة إلى عدد مهول جداً من القنوات التي تعطيك بث مباشر دائما تشاهد كتابك أقدر أدخل إلى قانوات التلفيه الدراما تاريخ الطبيعي لايفستايل أطفال وهذا كله ممكن يكون قابل لزيادة العدد من القنوات وحتى عدم الأفلام الحديثة فهذه خدمة عظيمة هذه خدمة جداً جداً عظيمة يا جماعة الخير وعلى فكرة هذه أيضاً من الشاشات التي تدعم لك الدول بي أدموس فبالتالي أي مسلسل والسينما أو موجودة منظومة الألعاب الأي آي حتى موجود فيها يضبط لك الجودة يضبط لك السلاسة يضبط لك التفاصيل حتى تستمتع بالتفاصيل الألعاب التي تلعبها من خلال هذا الشاشن تبغى بلاي ستشن 5 تبغى إكس بوكس تبغى بي سي تبغى تستمتع بالتفاصيل كله يقول لك شبك لبك أنا موجود فهذه هي شاشة السامسونج 8K الـ QN800D تحفة فنية يا جماعة الخير هذه تحفة فنية لا أستطيع أقول لك شيء ترى العرض وترى عرض على الشاشة التلفات الثانية فإذا أريد أن تلحك أنا أقول لك إلحك حتى لو تريد منظومة صوتية وغيره فهو موجود سلام